السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا لكم بفيديو جديد بناء على طلبكم زي ما نزلت منشور راح نشوفه سألت فيه شو راح نتحدث عن الحشرة القادمة وكانت الاجابة البرغيث راح اتحدث عن حشرة البرغيث وهاي الحشرة بتكون موجودة في المنازل وبتكون موجودة في المزارع وبتكون موجودة اماكن تربية الحيوانات بكثرة لانها من الحشرات الخطيرة واللي بتقرص وبتسبب ألم وبتسبب أمراض للإنسان فياريت ان عجبكم الفيديو عمل لايك واشتراك في القناة وبنتمنى لكم مشاهدة ممتعة معنا اشتركوا في القناة ورجعنا من جديد للحديث عن حشرة البرغيث حشرة صغيرة الحجم طولها حوالي 2.5 مليمتر منتشرة في معظم المناطق موجودة في جميع أرجاء العالم ليست لها أجنحة فلا تطير يعني بق الفراش ما بطير نهائيا ولكنها تنتقل بواسطة القفز لوجود 3 أزواج من الأرجل القوية المعدة للقفز عشان هيك احنا بنشوف الحشرة بتظلها تقفز كثير بتنط كثير فحشرة سريعة جدا الجسمها صلب مبطن من الجانبين مغطى بالشعر والأشواك المتجهة إلى الخلف لون حشرة البرغيث بني غامق أو بني فاتح لها أجزاء فم ثاقب ماص تستعمل لأخذ الدم عند لذغ الإنسان أو لذغ الحيوانات توجد عدة مئات من الأنواع التي تهاجم الإنسان والحيوانات والطيور يعني البرغيث ما بتصيب فقط الإنسان بتصيب الحيوانات بتصيب الكلاب بتصيب القطط وبتصيب الفئران أنواع البرغيث واحد برغيث الإنسان اثنين برغوث الفار الشرقي ثلاث برغوث القطط أربع برغوث الكلاب الأهمية الصحية للذغاة البرغيث لا يستطيع بعض الأشخاص تحملها بينما لا تسبب مضايقة للأشخاص آخرين بسبب وجود مضادات السائل اللعابي للحشرة في أجسام هؤلاء الأشخاص ينتج عن لذغة البرغيث حك شديد للجلب مما يسبب بقعة صغيرة صفراء محاطة بمنطقة دائرية متورمة حمراء تؤدي إلى طفح شديد على الجلد في اختلاف في الإصابة بين البرغيث وبق الفراش والقراد هناك اختلاف وشرحت لكم فيديو سابق ياريت إن بإمكانكم ترجعوا عليه هاي أنا حط لكم الرابط فوق في الوصف إن لذغات البرغيث لا تسبب حكية بسيطة فقط بل قد تكون قاتلة بسبب نقلها للأمراض وتنقل البرغيث للإنسان الأمراض المخزنة في الفئران والجراذين مثل مرض الطاعون وتنقل دودة الكلاب الشريطية وديدان القوارض الشريطية وأيضا ديدان فلاريا تاعة الكلاب التي تكون موجودة في الكلاب كما تنقل بكتيريا السلمونيلا المسببة للتسمم الغذائي من الإنسان المصاب إلى الإنسان السليم يعني حشرة كثير مهمة حشرة الإصابة فيها بتسبب العديد من الأمراض أو من الحيوان إلى الإنسان أو من الفئران إلى الجراذين يعني حشرة تنقل الأمراض من الإنسان من الحيوان حتى الفئران دورة حياتها البرغيث تطور كامل بيضة يرقع ضراء حشرة كاملة تتكاثر في المنازل والمزارع وتضع الأنثى حوالي 40 بيضة طول حياتها وتفقص خلال أسبوعين إلى يرقات وبعدها إلى عذراء وثم الحشرة الكاملة خلال فترة بسيطة والحشرة الكاملة هي اللي بتسبب الأذرار للإنسان أو الحيوانات طريقة المكافحة إزالة الأتربة والأوساخ عند السجاد والمكيت والمحافظة على النظافة وخصوصا أماكن تواجد الحيوانات أنا ما بنصح أنه بتواجد الحيوانات داخل المنزل نهائيا وخصوصا إذ كانت مصابة معالجة الحيوانات وفحصها بشكل دوري أنا لازم اللي عنده حيوان أو عنده قطط كلاب من هاي الحيوانات اللي بتسبب أو بيجي عليها البرغيث بتمنى أنه يكون عنده فحص بشكل دوري عند الطبيب البيض معالجة المناطق المصابة عن طريق رشوها بأحدى المبيدات المتخصصة مكافحة القطط والكلاب الضالة يعني فيه كثير ناس بيجوا بحكولنا أنا ظهر عندي في البيت برغيث بنقوله شو السبب بيقول فيه قطط كانت في الحديقة خلفت وولدت فبعد فترة لاحظ وجود البرغيث فبتمنى أنك تحافظ على النظافة جيدا خصوصا الحديقة ومكافحة القطط والكلاب الضالة بتمنى أن عجبكم الفيديو عمل لايك واشتراك في القناة ويريت إذا فيه أي ملاحظة أو أي سؤال تكتبوا لنا على التعليقات وإن شاء الله ما رح نقصر معكم ونجاوب على جميع التعليقات وشكرا لكم